رغم ثورة العلم ما زال الجهاز العصبي عاصيا على الفهم الكامل خاصة في وظائفه التي قد تجعلنا نفرح ونحزن ونحب ونكره ونضحق ونبكي في آن واحد وهكذا تستمر محاولة الفهم من قبل العلماء آخرها التجارب التي تجرى في مستشفى مستشوستس العام من أجل إجراء مسح ضوئي للمخ في صورة مصارات بيانية ملونة هذا هو مخ مراسلنا في إطار التجارب تحليل البروفيسور فان ويدين الذي يشارك في التجارب هو أن كل واحدة من هذه المجموعات الملونة تمثل مصارا من الألياف العصبية على أقصى اليمين هناك القشرة البصرية المتمثلة في المجموعة الخضراء هذه المجموعة تربط بين القشرة البصرية والعين وبعض الأجزاء المسؤولة عن الرؤية وإذا نظرت إلى أعلى يمكنك أن ترى المجموعة الخضراء المكلفة بمهم التفكير والعاطفة أما المجموعة الحمراء فهي الرابطة بين النصف الأيمن والنصف الأيسر للمخ في عملية أشبه بتبادل الرسائل فيما يتعلق بحركات أجسادنا وإدراكنا الحسي لهذه الحركات يبقى السؤال هو ماذا سنفعل بهذه الألوان وهذه المجموعات الملونة هي مفيدة كمصدر للعلامات البيولوجية التي تساعد في تشخيص الحالات العقلية مثلا كيف تحدث صعوبة القراءة والكتابة وكيف يمكن التنبؤ بها وعلينا أن ننتظر نتيجة التجارب على 1200 حالة حتى نفهم هذا الجهاز المعقد من أجسامنا مصطفى المنشاوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقمة